بدأ الجوع والفقر يفتكان باللبنانيين حقيقة لا مجازا فالمحال شهدت في الأوينة الأخيرة تناحرا على أكياس الرز والزيت والسكر والحليب المدعوم ووصلت الأمور إلى العراك مع موظفي المحال التجارية من أجل الحصول على مادة غذائية واحدة هذه المشاهد تفضح الواقع المزري الذي وصل إليه اللبنانيون بعد شهور عدة من ظهور شبح الانهيار الاقتصادي واقترابه بسرعة كبيرة من الأسواق اللبنانية دون أن يجد في المشهد السياسي من يوقفه غالبية البضائع اللبنانية مستوردة وتدخل البلاد على أساس تصريف الدولار الذي يعادل الواحد منه أكثر من 15 ألف ليرة اللبنانية وهذا ما يولد انخفاض قيمة الشراء عند المواطنين الذين انخفض متوسط دخلهم الشهري إلى أقل من 100 دولار ووسط هذا الغلاء يجد المواطنون اللبنانيون أن الدعم الحكومي لبعض المواد مجرد وهم في ظل انخفاض كمية المواد المدعومة أمام الحاجات السكانية المتسايدة لها بسبب ارتفاع نسبة الفقراء وبالتوازي مع انهيار العملة تنهار القطاعات الحيوية من اقتصادية واجتماعية وأكاديمية وهذا الانهيار الشامل يضيف لحالة التضخم ارتفاع معدلات البطالة والهجرة التي تفرغ المجتمع اللبناني من كفاءاته خبراء اقتصاديون يؤكدون عدم إمكانية التكهن بعمق قاع الانهيار الاقتصادي في ظل استمرار الفشل السياسي بالدرجة الأولى وعدم ظهور جهات سياسية قادرة على إخراج لبنان من المحور الإيراني الذي يواجه عاصفة انهيار تهدده مع كل الجهات المرتبطة به في المنطقة